سهلاً وسهلاً بكم في قناتكم قناة الحرية للأخبار الحصرية رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكر أكدت هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى البشير العكرمي أن موضوع قضية منوّبها سبق التعهد به من قبل الجهات القضائية حيث كان موضوع شكاية جزائية قدمت من نفس الجهة وتم حفظها من قبل النيابة العمومية في 2016 وتم تقديمها من جديد في سنة 2020 وحفظت سنة 2021 ليتم القيام بها مجدداً من نفس الجهة على المسئولية الخاصة ولا تزال القضية إلى اليوم منشورة لدى مكتب عميد قضاة التحقيق إلا أن الشاكين عمدوا إلى تقديم شكاية الحال في نفس الموضوع في مخالفة للقانون الذي يمنع إثارة التتتع من أجل نفس الفعل مرتين ونددت هيئة الدفاع في بلاغ اليوم الجمعة العاشر من مارس 2023 بما وصفته بـ التنكيل الممنهج الذي يتعرض له البشير العكرمي انتقاماً منه على خلفية ما اتخذه من قرارات قضائية لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية وسعياً إلى إخماد صوته وتمس الحقائق التي يحتكم عليها وفق تعبيرها شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وترك تعليقاتكم